رحيل النادي الاهلي ولجنة الكرة قررت عدم الاعلان رسميا عن صفقة صبري رحيل وصبري رحيل يا جماعة مضى في الاهلي او مضى في الاهلي بس لو جدد في الزمالك وكاتر اغبضه انه جدد في الزمالك مش هيطلعه العقود وخلاص هيسيبه يمضي في نادي الزمالك وده عشان يحافظه على العلاقة اللي ما بين الاهلي والزمالك وعلى فكرة في اتفاق جنتلمان ما بين ممدوح حباس وحسن حمدي لا تقرب لي ولا اقرب لك لا تقرب لي ولا اقرب لك هنشوف الفترة اللي جاية لو الزمالك مجددش مع صبري رحيل صبري رحيل هيروح الاهلي